لا الموازن راح تنعرض يعني راح اكملناها اليوم بشوبهكم التي يعني اكتملت الموازات ومالاتها انا سمعت ان الحكومة انها استلمت نسخة مسودة نعم من عدها الحكومة راح تناقش بعض الموازن لان صار بها تغيير مو تماما ارسلتها هي نعم تذهي الموازن عندت في مجلس الوزراء مو في مجلس النواب نعم تراح ترجعكم ياها والاسبوع القادم اعتقد الثنين او الثلاثة ربما الثنين او الثلاثة او نهاية الاسبوع راح تنعرض على مجلس النواب اذا حصل اتفاق سياسي احنا تدري في قانون تمويل عجز بقينا ايام ننتظر وفي يوم التصويت على قانون العجز بقينا من الساعة 11 الصبح الى الساعة 6 الصبح نعم في مجلس النواب ننتظر ان يكون هناك اتفاق لكن لمن ما حصل اتفاق مرضي والصيغ كل اخترحنا اربع صيغ للمادة اللي تعلق فيه اقليم كردستان اخترحتوا على الكتل السياسية لا على اقليم كردستان مثلي الاقليم اللي كانوا موجودين في مجلس النواب من الساعة 11 الى الساعة 6 الصبح نعم احنا قاعدين في مجلس النواب ونقترح يعني هذا حبنا لاهلنا فيه اقليم كردستان وتقديرنا الوفد اللي حاضر تحملنا وصبرنا في سبيل انه نصل واقترحنا اربع حلول والاربعة تنرفضا وكان هناك اصرار على ان يمول اقليم كردستان من يعني نقترض فلوس ونسلم للاقليم دون ان يسلم شيء وهذا اللي طبعا ما قبلنا ولا راح نقبله ابدا اليوم ايضا لكي فرصة هذا راح يتكرر راح بيوم التصويت اللي هيقوله نتمنى ما يتكرر نتمنى ما يتكرر فاذا ابقى الموقف نفسه الان نمضي في تشريع الموازنة والان نمضي في تشريع القانون هتكون الاسواع الكافية موقف السنة شنو الاسواع الكافية نصاب موجود الفترة اللي ثلت اقرار قانون الاقتراض الكتلة الكردية قاطعت مجلس النواب لمدة اكثر من سبوع وعقدت الجلسات ومشت الجلسات لا نتمنى ان اخواني الكرد يقاطعون الان ولا تمنى ان لا يحضرون جهاز نتمنى أن يشاركونهم. هل تتحدث عن اتفاق شيعي بتمرير الموازنة إذا لم يرضى عنها الكرد بالصيغة التي تطرحونها؟ إذن الآن ما اكو هذا الاتفاق اللي تتحدث عنه. ما اكو اتفاق شيعي لتمريرها. القوة الشيعية قوة وطنية لديها تاريخ كبير مع الكرد. ونتمنى عدم الذهاب هذا اتجاه. طيب السؤال بصيغة أخرى. فيما لو لم يوافق الكرد على الصيغة اللي يطرحونها. احنا مجبورين. الموازنة ما ممكن تبقى معلقة. ما ممكن الموازنة تبقى معلقة وننتظر إلى ما لا نهاية. حضرت قلت احنا مجبورين مرتين. وقلت بأنه النصاب متحقق. هذا اللي خلاني اسأل عن الاتفاق. نعم. اذا انت متأكد بأنه اكو نصاب. يعني اكو اتفاق بين النواب على انه تمر. لربما هذه الكلمة لو اطلقناها اليوم كتصريح تستفز اخواننا في الكرد. احنا ما رد اي عبارة اي موقف يستفزهم. هم نحن نحن غير زاهدين بهم. لكن اتفاق ضمني اكو. احنا غير زاهدين. احنا نتمنى عودتهم الى مجلس النواب ومشاركتنا في جلس التصويت عن الموازنة. وان يقدموا تنازلات بما يخدم العراق. بما يخدم اقليم كردستان. بما يخدم موظفي اقليم كردستان المحرومين من الرواتب. وان تكون هناك عدالة في توزيع الثروات. هذا ما ننشده. ما نريد نقصي احد. ولا لنظر ما. فأدا.